احتضن مجلس الأمن الدولي نقاشا حول القرصنة البحرية في خليج غينيا حيث أعلن المشاركون أن القرصنة في هذا الخليج تهدد الصناعة النفطية في دول غرب إفريقيا وبرزت على السطح تدعيات الاعتداءات المتكررة على السفن في خليج غينيا ومن أبرزها ارتفاع رسوم التأمين وتقلص عملية التجارة بمعدل ثلثين في بعض موانئ خليج غينيا مما أفشل طموح دول غرب إفريقيا في مضاعفة إنتاجها النفطي خلال عامين من 4 إلى 8 ملايين برميل وأحصى وزير الدفاع في دولة بينين إيسوفوندور 14 اعتداءا قبالة سواحل نيجيريا و7 في توجو و2 في غانا و1 في ساحل العاج بين جنف وأكتوبر 2011 قائلا إن التهديدات التي يتعرض لها خليج غينيا هائلة وهي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وداعيا الأسرة الدولية إلى النظر إليها الدبلوماسية الأمريكية اعتبرت أن الوضع قد تأزم ووصفت النتائج على دول المنطقة بأنها هائلة ومن ناحيتها أوصت الدبلوماسية الفرنسية دول خليج غينيا بتنظيم مؤتمر إقليمي حول المسألة ترجمة نانسي قنقر